معلقات البخاري الحديث المعلق هو ما حذف من بداية إسناده راو واحد فأكثر مثل أن يحذف جميع الإسناد إلا الصحابة أو التابعي على سبيل الإختصار ليستشهد بالحديث وقد أورد البخاري المعلقات في عنوين الأبواب على سبيل الاستشهاد وهي ليست جزءا من أحاديث صحيح البخاري لأنها ليست مسندة بل إن البخاري قد أورد بعضها بصيغة التمريض والمعلقات في البخاري قسمان ما هو موصول في موضوع آخر أو في موضع آخر يعني أنه ورد في صحيح البخاري في موضع آخر بإسناده كاملا وإنما يورده حتى يكرره مختصرا في الإسناد خشية التطويل ثانيا ما هو معلق وليس موصولا في موضع آخر وإما أن يكون بصيغة الجزم وإما أن يكون بصيغة التمريض تصل معلقات البخاري إلى 1341 حديثا معلقا وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب وأصول متونة وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 159 حديثا معلقا وقد قام ابن حجر العسقلاني بوصل أسانيد معلقات البخاري وإثبات صحتها في كتابه تغليق التعليق يقول جلال الدين الصويتي وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر في كتابه وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبا للتكرار وقد رأى فؤاد سزكين أن المعلقات تعتبر بداية انهيار الإسناد في علم الحديث وأن ذلك يعد نقصا في الكتاب بينما رد آخرون بأن المعلقات لم يبدأها البخاري ولكنها كان مستخدمة من قبل مثل قول الشافعي قال نافع أو قال ابن عمر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم